تتسع خارطة الفقر في اليمن كل يوم بعد عامين من الحرب لم يعود الامر مقتصرا على محافظة الحديدة وحدها والتي صدمت اليمنيين بتلك الصور المرعبة القادمة من هناك خلال الاشهر الماضية اذ ان محافظات جديدة باتت تسير على ذات الطريق في محافظة اب وسط اليمن باتت المجاعة تحاصر مديريات باكملها كما هو الحال في وصاب بمحافظة ذمار ايضا ولن يمضي وقت طويل حتى تغطي المجاعة كامل مساحة البلد بحسب تقديرات المنظمات الدولية التي ترسل التحذيرات ونداءات الاغاثة منذ فترة طويلة وبحسب محافظة اب فان المجاعة تحاصر مديريتي القفر وفرع العدين مطالبا لجنة الاغاثة الحكومية سرعة التدخل لانقاذ المدنيين في المديريتين وغيرها من المناطق التي تفاقمت فيها الحالة الانسانية جراء استمرار الحرب في وصاب تناد الاهالي بجهدهم الذاتية في محاولة لمواجهة المجاعة التي باتت تهدد الكثير من الاسر في بعض المناطق هناك إلا أن تلك الجهود لن يكون لها القدرة على مواجهة تفاقم الحالة إذا ما استمر غياب دور منظمات الاغاثة والدور الحكومي تقارد دولية تؤكد أن أكثر من 80% من اليمنيين باتوا بحاجة لمساعدات غذائية في حين لم تعد سلطة الميليشيا تكتفي بتجاهلها لهذا الوضع الانساني الصعب بل أكثر من ذلك تقوم بنهب المواد الإغاثية التي ترسل من بعض الجهات الإغاثية والدعمين المحليين وتحويل قوافل الإغاثة إلى مخازن الميليشيا لنقلها إلى جبهات القتال كمجهود حربي كما تؤكد كثير من التقارير والشهادات من الناشطين في المجال الإغاثي أما الاستجابة الدولية تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن فتبدو في حدها الأدنى ولا تتناسب مع حجم التحذيرات التي تطلقها منظمات الإغاثة الدولية فيما يبقى اليمنيون وحيدين في مواجهة جريمة الميليشيا في الداخل وصمت العالم